خبر استفاقة اللاعب المغربي على الحق النوري من الغيبوبة رجعوا بعض المحسوبين على الصحفة خبر موسمي كل عام خصوم يكتبوا نفس المنشور باش يلعبوا على الوطر الحساس أنت كمتصفح أو قارئ أول حاجة خصك تديرها فاش تقرأ شي حاجة أو شي خبر أو معلومة ما كانت النوع ديالها هي تدخل محرك البحث جوجل وتنسخ العبارة ومن الأحسن ترجمها بالإنجليزية باش يطلعوا ليك المصادر الرسمية ديال الخبر ومن بعد تقدر تعطي رأيك وتصادق على الخبر دا بايلة شديتي هاد القاعدة وطبقتها على خبر استفاقة النوري ما غادي يطلع ليك ووالو وما كان حتى شي مصدر من غير المصادر ديال العبار اللي الهم ديالها الوحيد هو الاسترزاق ولو على حساب المعاناة ديالآخرين احنا كاملين كنتمنوا يكون الخبر صحي ويسترجع هاد الوليد العافية ديالو ولكن باش نبقى كل مرة نضحكوا على الناس في أخبار زائفة وعاطفية هذا كيضرب أخلاقيات المهنة مباشرة ورسالة لبعض الأدمان للصفحات المغربية مليونية راعبعة تكون أدمن وما عندكش حتى دقيقة من وقتك تخذ تأكد قبل النشر أول مصدر موطوق اللي تقدر تأخذ منه المعلومة هي الصفحة الرسمية لنادي أجاكس أمستردام اللي كتبع كل صغيرة وكبيرة على اللاعب من إرها كتفقى مجرد شائعات وأخبار بدون قيمة وتمنياتنا بالشفاء العاجل لللاعب الخلوق على الحق النوري ولكل مسلم يعاني في صمت في شتى بقاء العالم ترجمة نانسي قنقر